السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة أحداث مصر آخر الزمان إيه السيناريو القادم اللي ممكن يحصل في مصر شخصيات آخر الزمان وعلى رأسها صحابي مصر وأخنص مصر وملحمة الأسكندرية أسئلة كتيرة جدا بتدور في ذهن معسكر الإيمان مش كمان من المصريين غير المصريين دور مصر الكبير في أحداث آخر الزمان الناس بتسأل طبعا المعسكر بتاع الإيمان مهتم جدا بشخصيات آخر الزمان وشخصية صحابي مصر من الشخصيات أن أنا عملت أكثر من حلقة وتكلمت عنها وقلت أنها شخصية موجودة وأن هي شخصية ستلعب دور كبير جدا في قلب الأحداث في مصر واتكلمت معاكم في حلقات متعددة وقلت لكم أن الأحداث القادمة في مصر هي ظهور شخصيات آخر الزمان مما دفع ركز أو في النقطة دي مما دفع كثير من الناس لمحاولة استباق الأحداث يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشخصيات بتاعة آخر الزمان هي موجودة ولكن لابد أن نرى قارينة وأنا دايما بقول كده مهمة قارينة مهمة واضحة يقينية تؤكد لنا أن فلان هو صحابي مصر ظهر في الساحة موضوع الانتخابات الرئاسية وبدأ المرشحين يتكلموا وظهرت شخصية أحمد التنطاوي وشخصية أحمد التنطاوي شخصية سياسية وكان عضو في مجلس النواب ومعروف أنه كان معارض للنظام اللي موجود ولو أنت منتظر مني تحليلات سياسية مش هتلاقي لليس داخل جديد معنا في القناة أنا بكلمك عشان في نقاط مش هينفع أن احنا نعديها بتصور على الساحة ولازم نتكلم عنها بوضوح شخصية أحمد التنطاوي بدأت الناس تعلق آمال وفكرة المخلص ديت فكرة موجودة في ذهن الجميع يعني حتى بعيدة عن هي فكرة دينية موجودة في الإسلام والنصرانية واليهودية يعني فكرة المخلص مسيطرة خاصة إما الأحوال بتاعة الناس بتبقى يعني صعبة وبيبقى في بناء للدولة وبيبقى في تطويرات فلازم في هذا التوقيت بتحصل نوع من أنواع الأزمات فالناس عايزة الخلاص وعايزة فكرة المخلص أرسل إلي كثير كثير دي يعني كثير من الأصدقاء سؤال واضح هل أحمد التنطاوي هو صحابي مصر اللي هتحل على أديه الألغاز في الحقيقة إجابتي على السؤال دوت هتنقسم إلى شقين الشق الأول الإجابة التقليدية بتاعته والشق الثاني الإجابة الغير تقليدية أما الإجابة التقليدية اللي دايما بقولها لما بتسئل على إسقاط شخصية من شخصيات آخر الزمن على شخص بعيني بقول لا ينبغي أن نتصرع لا ينبغي أن نتصرع ونسقط شخصية موجودة مبنة على شخصيات آخر الزمن لأن دا اسمه تهور في البحث العلمي إنجاز التعبير ولازم يبقى عندنا تأني وروية دي الإجابة التقليدية أما الإجابة الغير تقليدية اللي أنا هقولها لك إذا بحثنا خلينا بقى يعني شخصية زي شخصية أحمد التنطاوي هل تنطبق عليه صفات صحابي مصر الإجابة الواضحة قطعا لا لا تنطبق عليه لا من قريب ولا من بعيد صفات صحابي مصر لأن صفات صحابي مصر أيها الأحباب أول مثلا صفة أنا مش أقولك يعني الصفات كاملة أو الملامح الكاملة أنه يعني يظهر بعد خفاء ما حصلش لم تنطبق حتى الصفات الخلقية الجسادية لصحابي مصر لا تنطبق الصفات العمرية لصحابي مصر لا تنطبق يعني سنه لا ينطبق يعني الأستاذ التنطاوي أحمد التنطاوي راجل يعني شاب وصحابي مصر الروايات بتتكلم به ضوح إن هو رجل كبير في السن لحياته بيضاء ده فالصفات لا تنطبق أبدا على أحمد التنطاوي ما احترمنا للجميع إن هو ممكن يبقى صحابي مصر شخصية صحابي مصر شخصية لابد أن تكون معروفة جدا ثم تختفي ثم تظهر بعد خفاء دي الملابسات بتاعة ظهور صحابي مصر أما بالنسبة لأخنس مصر برضو عشان أتكلم معك بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة الناس كلها بتتكلم عايزة تسقط شخصية الأخنس مصر على الرئيس اللي موجود شوف أنا بكلمك بوضوحة أهو بجاوب وبقولك لم نرى قرينة يعني ده بمنتهى بمنتهى الأمانة العلمية لم نرى أصل فيه فرق ما بين تقييمك لحاكم وما بين أن أنت تقول عليه أنه هو شخصية يعني أنت كل واحد حر أنت أقول عليه أنه هو كويس أقول عليه أنه هو وحش أنت حر ولكن في النهاية ما ينفعش أننا كواحد بعتمد في بحثي على الإسقاطات والتأني في الإسقاط السليم أن أنا أقولك أنه هو أخنس مصر لا أستطيع أن أفعل ذلك لأن إحنا فعلا بمنتهى الأمانة العلمية لم نرى قرينة يعني إيه لم نرى قرينة هو أنت تعرف منين الفلان وأرجو أن أنت تفهم الكلام بتاعي ده يعني وتنشر الحلقة دي للأهمية على أوسع النتاقل إحنا بنحط النقاط على الحروف إحنا نعرف منين أن فلان نتأكد أن هو الأخنس أقولك إزاي لما يستقوي هذا الرجل وهذا الرجل سيكون حاكم لمصر لما يستقوي هذا الحاكم بقوات خارجية ومش بقى استقواء غير مباشر مش استقواء يعني يحتمل الخلاف في الرؤية لا ده بيجيب بيروح ياخدهم من إيديهم كده ويجيبهم من ناحية اسكندرية على مصر ويخش معاهم بعد ما بيهرب من مصر طيب السؤال هل هذا الكلام حدث الآن مع رئيس مصر الحالي الإجابة لا أنا بكلمك كفير كلام يعني حيادي هل حدث هذا الأمر الإجابة لا عقبال ما يحصل كده أو إذا حصل كده نقدر نتكلم في هذا التوقيت بوضوح أما قبل ذلك ما ينفعش إن إحنا نتصرع وهذا الكلام بما يرضي الله وأكد وأقول آراءك الشخصية أو تقييماتك أو تقييماتك لأداء أي حد في الحكم لا ليس له علاقة أبدا إن أنت تقول عليه إن هو الأخنس أو لازم يكون فيه بيينة هل رأيتم هذه البيينة هل تحققت البيينة اللي أنا قلت لكم عليها ديت إن هو يروح يجيب قوات أجنبية بجيش بكلام واضح لا يحتمل اللبس ويخش معاهم عشان يرجع نفسه للحكم هل حدث ذلك طبعا الإجابة لا فلا ينبغي أن نتصرع أيها الأحباب التأني والتريس أنت ما ينفعش تتهور في بحثك العلمي إن كنت باحثا وإن كنت متابعا فلا بد أن تأخذ ممن تتبعه ده كلام واضحة هوت فيعني إحنا طبعا كمان الموضوع ليه تفاصيل كبيرة جدا ولا أريد أن أطيل عليكم قلنا رأيك إيه بموضوعية وبتقييم موضوعي بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته